والبدع قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وذلك لما يترتب عليها من المفاسد فمن المفاسد المترتبة على البدع أن فيها تقدماً بين يدي الله ورسوله وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن مفاسدها أيضاً أن المبتدع قد جعل نفسه شريكاً مع الله عز وجل في التشريع كما قال تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ فالمبتدع قد شارك الله عز وجل في التشريع ومن مفاسد البدع أيضاً أن من لازم البدعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون جاهلاً أو كاتماً للحق فإن كانت هذه البدعة معلومةً عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُبلِّغها للأمة فقد كتم الحق وإن كانت غير معلومةٍ للرسول صلى الله عليه وسلم فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل ونحن نشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه أنه عليه الصلاة والسلام قد بلَّغ البلاغ المبين وترك أمته على محجَّةٍ بيضاء ليلُها كنهارها امتثالاً لقول الله تعالى له يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك ومن مفاسد البدع أيضاً أنها تتضمن أن الدين لم يكمل وهذا فيه مضادةٌ ومحادةٌ لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا ومن مفاسد البدع أيضاً أنها سببٌ لتفرُّق الأمة وتشتتها لأن كل إنسانٍ يستحسن شيئاً فيشرعه ويبتدعه فهذا يشرع عبادة والآخر يشرع عبادة ثم إن كل واحدٍ من هؤلاء يُسفِّه الآخر ويُبدِّع الآخر وحينئذٍ تحصل الفوضى وتحصل الشحناء والبغضاء وهذا مخالفٌ لما أمر الله تعالى به المؤمنين من التواد والتراحم والتلاحم فيما بينهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر